بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الأول للفصل الأول في الرياضيات لسنة الثالثة ثانوي رقم واحد أنصح بشعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنها دالة رائعة وشاملة حيث قال F دالة معرفة على R بالعبارة F لـ X92X مربع زايد 4X زايد 5 على X مربع زايد 1 قال وCF تمثيلها البيان في معلم متعامد ومتجنس OEG قال واحد أحسب Limit F لـ X لما X يولي إلى زايد مال النهاية و Limit F لـ X لما X يولي إلى ناقص مال النهاية ثم فسر ناتجتين بيانيا ثانيا أرف قال أدرس اتجاه تغير دالة F ثم شكل جدول تغيرتها بقى الاستنتج حصرا لـ F لـ X من أجل كل X من R ثالثا قال عين نقطة تقاطع المنحنة CF والمستقيم D ذو المعادلة Y سيولانا 2 رابعا قال عين معادلة المنحنة CF في النقطة تقاطعه مع محور الترتيب خمسا قال أرسم CF في المعلم السابق ثم سادسا قال ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي M عدد وإشارة حلول المعادلة 2-M في X مربع زايد 4X ناقص M زايد 5 يسألنا الصفر اللي هي المناقشة البيانية سابعا قال لتكن الدالا G المعرفة على R بالعبارة G لـ X سألنا 2X مربع زايد 4 في القيمة المطلقة لـ X زايد 5 على X مربع زايد 1 وCG تنثلها البيانة في معلم متعامد ومتجنس OEG قال أليف أثبت أن الدالا G زوجية بقى الإشرح كيف يمكن رسم CG بالاعتماد على CF ثم أرسم CG أكيد في المعلم السابق إذن في الأول أبناء ما أنصحكم هو المحاولة في المسألة ثم متابعة الفيديو النقطة بنقطة حتى تفهموا هذا التمرين إن شاء الله ولننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق على بركة الله أبنائي في الحل للسؤال الأول حيث قال F دالا معرفة على R بالعبارة F لـ X تساوينا 2X مربع زايد 4X زايد 5 على X مربع زايد 1 هنا قال معرفة على R أكيد لأن المقام مجب تماما لماذا؟ لأن X مربع مجب ونضيف له 1 مجب إذن المقام مستحيل أن ينعدم لهذا قال معرفة على R وCF تمثلها البيانة في معلم متعامد ومتجنس OEG أول السؤال قال أحسب النهاية إذن نكتب هنا أولا حساب النهاية لاحظوا إذن بما أننا نحن عندنا قال A D F تساوي أن R هي من ناقص مال نهاية إلى غاية زايد مال نهاية ننطلق بالنهاية الأولى التي هي limit F لـ X لما X يؤول إلى ناقص مال نهاية يساوي أو هنا قال أولا بزايد مال ننطلق بزايد مال نهاية لا لا يهم تصبح لنا تساوي أن limit X يؤول إلى زايد مال نهاية لمن هنا عندنا يا أبناء دالة ناطقة الدالة ناطقة عند المال نهاية اسمعوا جيدا نأخذ أكبر حد في الأس على أكبر حد يعني نصبح لكم هكذا تصبح لنا 2X مربع على X مربع يساوي يذهب هذا مع هذا مباشرة نصبح لنا 2 ثم نفس الشيء عندنا limit F لـ X لما X يؤول إلى ناقص مال نهاية تساوي بما أن قلت الدالة كذلك ناطقة فأكبر حد على أكبر حد تصبح لنا limit 2X مربع على X مربع لما X يؤول إلى ناقص مال نهاية وتساوي يذهب هذا مع هذا تصبح لنا 2 الآن حسبنا النهاية عند كل منا زائد مال ناقص مال نهاية ثم قال ثم فسر نتيجة هندسيا أو بيانين التفسير نكتب هنا التفسير البياني للنهاية التفسير البياني هنا تقول قاعدة إذا حسبت النهاية عند المال نهاية لا يهم زائد مال ناقص مال ووجدت عدد ووجدت ماذا؟ عدد منتهي يعني ليس مال النهاية فنقول Y يساوينا ذلك العدد اللي هو Y يساوي 2 مستقيم مقارب كيف هو أفقي أو بلغة أخرى موازي لمحور الفواصل حتى نفهم جيدا إذن اسمعوا جيدا إذا حسبنا النهاية عند المال نهاية ووجدت عدد ليس مال نهاية فنقول أن Y ليس X Y يساوي 2 إنه مستقيم مقارب أفقي أو موازي لمحور الفواصل فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى ثانيا ألف قال أدرس اتجاه تغير الدالة أف إذن نكتب هنا دراسة اتجاه تغير الدالة أف أكيد على مجال تعريف لهو على R نضحظوا جيدا نقول هكذا الدالة أف كيف هي قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على مجال تعريفها اللي هو R وعندنا وF أكيد جيدا وF فتحة لX تساوي لاحظوا أبنائي هذه عبارة عن كسرة وعندنا A على V مشتقة نسبة ماذا تساوي لاحظوا جيدا مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع هذه هي قاعدة أرجوكم إحفظها مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع إذن هنا لو نطبق على هذا الكلام فنضع هنا هكذا أول شيء ما أنصحكم ضعوا المقام مربع يعني X مربع زائد واحد هذه مربع يعني لا نلمسها أصلا نتركها كما هي الآن نأتي إلى مشتق البسط يعني مشتق هذه القيمة مشتق 2x مربع أكيد هو 4x مشتق 4x أكيد لهو ماذا لهو 4 أما مشتق الثابت دائما يسألنا صفرة لأن هذا ينزل إلى هنا وتنقص درجة يصبح 2 في 2 في x زائد إذا كان عندنا هنا عدد مضروف في x إذا قمنا باشتقاقه يبقى إلى العدد أما مشتق العدد يذهب إلى الصفر احفظوا هذه القواعد إذا مشتق البسطي الآن في ماذا؟ في المقامي ليس في مشتق المقام في المقام لهو x مربع زائد 1 ناقص مشتق المقام مشتق x مربع أكيد هو 2x ومشتق الواحد يذهب إلى صفر مشتق المقامي في البسطي في البسطي هو 2x مربع زائد 4x زائد 5 هكذا أبنائي يمكن هنا هذا أن نقوم بمسح هذا القانون وعليكم بحفظه أرجوكم ويطبق في كل شيء عبارة عن كسر حتى نفهم جيدا أو عن عبارة عن نسبة نصبح لنا f فتحة لx يساوي نضع هنا خط الكسر هكذا وننطلق أولا قلت المقام لهو x مربع زائد 1 هذا نتركه كما هو مربع ثم نأتي الآن إلى النشر هنا نصبح لنا 4x مربع في 4x في x مربع لهو 4x مكعب ثم هذا في هذا يصبح لنا زائد ماذا؟ زائد 4x ثم هذا في هذا اللي هو 4x مربع ثم هذا في هذا يصبح لنا زائد ماذا؟ زائد 4 ثم عندنا هذا في هذا يصبح لنا زائد ناقص 4x مكعب ثم هذا في هذا يصبح لنا ناقص ماذا؟ ناقص 8x مربع ثم هذا في هذا يصبح لنا ناقص 10X أرجو قد فهمتم بعدها أكيد سوف يذهب هذا مع هذا مباشرة فأصبح لنا F فتح لX يساوي وقلت هنا لا نتعجل أرجوكم خاصة في هذه الدول من هذا النوع في عملية الحساب إذن المقام له هو X مربع ناقص أو زائد 1 مربع هكذا إذن نأتي الآن إلى هذا مع هذا 4X مربع مع ناقص 8X مربع أكيد سوف يحل لنا ناقص 4X مربع إذن هذا انتهى دوره مع هذا ثم عندنا هذا يأتي مع هذا إذن ناقص 10X زائد 4 X سوف يحل لنا ناقص 6X ثم يبقى لنا هذا لوحده الذي كان زائد 4 هذه هي المشتقة يا أبناء ودائما أنصحكم في المشتقة لا تتعجلون في الحساب لأن لو تعجلتم في الحساب وكانت النتيجة خاطئة فأعلموا أن بعدها سوف تحدث تناقضات في اتجاه التغير وجدول التغيرات وبعدها يذهب المنحنة وكل شيء لهذا أرجوكم في المشتقة في أي دالة كانت انتبهوا لي الإشارات وتابعوها النقطة بنقطة بعدما أنهينا من حساب المشتقة نأتي الآن إلى إشارة المشتقة نأتي هنا ونكتب هنا إشارة F فتحة لX إذن نقول هكذا إشارة F فتحة لX أكيد من إشارة البسطة لماذا أبنائي؟ لأن X مربع زائد واحد هذه مهما كان قيمة مجبة من يعني المقام لأن المعروف في الريادية أنه إشارة كسر من إشارة البسطة في المقام لكن المقام هنا بما أنه مربع فلا نلمسه لأنه مجب لو كان مكعب للمسناه لأن قوة ثلاثية هنا لها تأثير في أعلى لكن بما أنه هنا مربع فلا تلمسه مهما كان أتركه إنه قيمة مجبة الآن أتي إذن إشارتها من إشارة البسط أي إشارة ماذا؟ إشارة ناقص 4X مربع ناقص 6X زائد 4 هذه عبارة من الدرجة الثانية نقوم بحساب المميز لها المميز الذي هو بي مربع ناقص 4 في A في C البي مربع ينا ناقص 6 مربع لهو 36 ناقص 4 في A لهو ناقص 4 إذن ناقص 4 في C الذي هو 4 تصبح لنا 36 زائد 64 الذي هو 100 وقيمة مجبة تصبح للعبارة جذرين تصبح لنا X1 يساوي هكذا ناقص نكتب كل شيء ناقص B ناقص جذر دالط على 2A يصبح لنا يساوي ناقص B البي قلنا هو العدد المضروب في الـ X لهو هذا هذا هو البي وهذا هو الـ A وهذا هو السي يصبح لنا ماذا؟ البي مربع ناقص B معناه ناقص مع ناقص القرن يصبح لنا 6 ناقص جذر دالط على جذر دالط على أكيد الذي هو كم؟ الذي هو جذر مئة الذي هو 10 تصبح لنا ناقص 10 على 2 في الـ A لهي ناقص 4 تصبح لنا كم في البصد ناقص 4 وفي المقام ناقص 8 الناقص يذهب مع الناقص تصبح لنا كم؟ تصبح لنا 0.5 اللي هي 1 على 2 أو نقوم 0.5 لا يهم ثم X2 يساوي لنا ناقص B زائد جذر دالط على 2A يصبح يساوي لنا 6 زائد 10 على ماذا؟ على ناقص 8 التي هي 16 على ناقص 8 وتصبح لنا ناقص 2 إذن أين تنعد المشتقة؟ تنعدم عند النصف والناقص 2 ثم بعدها ماذا يحدث؟ ما علينا إلا إنجاز ماذا؟ جدول الإشارة الذي به نذكر تلك الكلمات اللغوية الدالة متزيدة والدالة متناقصة إذن نأتي الآن إلى جدول إشارة هكذا ودائما أستعين بالجدول لأنها تبسط الأشياء هكذا أركزوا جيدا أرجوكم أبناء إحتى تتعلموا إلى هذا التمرين من هذا النوع إذن ها هي أمامكم إذن نكتب هنا X مدلة معرفة من ناقص مالا نهاية إلى زائد مالا نهاية وهنا عندنا F فتحة لـ X أين تنعدم؟ قلنا أنها تنعدم عند ناقص 2 وعندها 0.5 ونقول 1 على 2 إذن هنا رمز الإنعدام وهنا رمز الإنعدام الآن المشتقى قلنا من إشارة البسط البسط من أي دراجة من الدراجة الثانية إذن هنا خارج ماجل جذري هنا وهنا نقول نفس وهنا عكس عكس ماذا ونفس ماذا عكس ونفس إشارة هذا إذن هنا نضع ناقص وهنا نضع ناقص وفي الوسط تصبح لنا زائد لأنه عندنا ناقص 4 قلنا هنا نفس نفس وهنا عكس ثم بعدها الآن ننطلق في تلك الكلمات اللغوية يجب أن نكتبهم نقول الدالة آف متناقصة تماما على المجالين من هم المجالين اللي هم من ناقص مال نهاية إلى ناقص اثنان والمجال الآخر اللي هو من صفر فاصل خمسة إلى زائد مال نهاية ومتزايدة تماما على المجال إذن على المجال اللي هو من ناقص اثنان إلى صفر فاصل خمسة يقول أحدكم يا أستاذ ماذا نغلق المجال ونفتحه هنا بما أن الدل قابل الاشتقاق فافتحوه معرفة فافتحوه فقوموا بغلقه عادي إلا أنه هنا بما أن المال نهاية لا يمكن أن نقوم بغلق المجال عندها فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال يأتي الآن جدول التغيرات إذن نكتب هنا جدول تغيرات الدل ماذا؟ الدل أف إذن عندنا هنا إكس من ناقص مال نهاية إلى الزائد مال نهاية وعندنا أف فتحة لإكس قلنا أين تنعدم؟ تنعدم عند ناقص اثنان وعند صفر فاصل خمسة إذن نضع هنا رمز هكذا ورمز هنا هكذا ثم عندنا قلنا هنا ناقص زائد ناقص ثم نأتي الآن إلى مجال الصور وهو F لإكس F لإكس بما أن هنا قال ناقص معناه ننزل إلى غاية هنا ثم نصعد إلى هنا هكذا لاحظوا جيدا أبنائي إذن وهكذا ثم ننزل هكذا فقط عندنا أولا حسبنا النهايات عند النقص مال نهاية وجدناها إثنان وعند الزائد مال نهاية وجدناها إثنان أما هنا فنقوم بحساب صورة الناقص اثنان بالدلة F يعني نعوذ هنا ونأتي بهذه ونعوذ هنا معناه نعوذ في الدلة تعالوا الآن نعوذ أولا بناقص اثنان صبحنا أف لي نقص اثنان تساوي اثنان في ناقص اثنان مربع زائد اربعة في ناقص اثنان ثم زائد خمسة على ناقص اثنان مربع زائد واحد ولا نتعجل في هذه القيم لأنها مهمة جدا تصبح لنا هنا كام اربعة في اثنان لها ثم ثم هنا عندنا ناقص ثم زائد خمسة على ماذا على إذا إذهب هذا مع هذا إصحناais خمسة على خمسة التي هي واحد إذن صورة ناقصين بالدل أف هي ماذا هي واحد لهذا أقول لا تتعجلوا القيمة أن تجد واحد أو تجد أربعة ليس نفس الشيء أنت ضع هنا أربعة لا لأن الرسم سوف يتي خاطئ ثم عندنا صورة كذلك الناقص الإثنان الاثناء عفوا السفر فاصل الخمسة نقول هكذا أف لي سفر فاصل خمسة يساوي يمكن أن نقول اصبحنا هكذا إثنان في لاحظوا وانتبهوا إذا كتبنا هنا صفة الخمسة نكتبها على شكل هكذا نصف مربع زائد 4 في 1 على 2 زائد 5 على 1 على 2 مربع زائد 1 يقول لحديكم لماذا يا أستاذ لأن 1 على 2 هو نفسه 0.5 سمعت بعدها تصبح لنا تساوي هكذا تصبح لنا 1 2 في 1 على 4 لماذا؟ لأن عندنا 1 على 2 مربع هو الأربعة عندنا كذلك هذا يذهب مع هذا تصبح لنا زائد اثنان ثم زائد خمسة على ماذا؟ على واحد على أربعة زائد ماذا؟ زائد واحد يذهب أكيد هذا مع هذا تصبح لنا تساوي لنا واحد على اثنان زائد سبعة على ماذا؟ على نوحد هنا المقام أربعة أربعة تصبح لنا خمسة على أربعة ركزوا هنا أرجوكم نوحد هنا المقام اثنان تصبح لنا هنا أربعة عشر تصبح لنا كم؟ تصبح لنا خمسة عشر على ماذا؟ على اثنان في المقلوب هذا ينقل فيه أربعة على خمسة أولا يذهب هذا مع هذا ويذهب هذا مع هذا صبح لنا الثلاثة في ماذا ركزوا ثلاثة في إثنان التي هي كم ستة إذن نضع هنا ستة أو حسبوا بالآن الحاسب أكيد كذلك عوضوا بصفة فاصل خمسة سوف تجدون ستة أو حسبوا بهذه الطريقة كلاهما المهم عليك أن تضع النتيجة هنا صحيحة فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال قد استنتج حصرا لأف لإكس من أجل كل إكس من أر لما يتسمعوا كلمة استنتج إعلاموا أن الجواب يكون في الأجوبة التي قبلها إذن نكتب هنا أولا استنتاج حصر ماذا حصر أف لإكس لاحظوا هنا وانتبهوا أرجوكم الأمر هنا قمت بجلب جدول التغيرات لأن الأمر هنا متعلق بجدول التغيرات انظروا ما هي أكبر قيمة وصلت إليه في هذا الجدول الدالة إنه الستة لاحظوا يقول أحدكم اثنان يا أستاذ لا لأن الستة هي أكبر وما هي أخفض قيمة وصلت إليها تصل إليها كم إنها الواحد يعني لو نأتي الآن نقول هكذا مثلا إثنان ونزلت إلى الواحد ثم تصعد إلى الستة ثم تنزل إلى الاثنان انظروا ما هي أكبر قيمة ها هي أكبر قيمة إنها الستة وما هي أخفض قيمة إنها الواحد نقول نلاحظ فقط نلاحظ من جدول التغيرات أن ماذا أن من أجل كل إكس من آر أو ينتمي إلى آر فإن ماذا فإن آف لإكس محصور ما بين قيمتين القيمة الأكبر هي الستة والقيمة الأصغر هي واحد دون برهان أو عناء كما تلاحظون إذن أكبر قيمة هي الستة وأخفض قيمة هي الواحد فنقول آف لإكس محصور ما بين الواحد والستة فقط أما إذا كان الأمر متعلق أنها كانت مثلا لاحظوا جيدا كانت قيمة القيمة مثلا التي هي هي الاثنان قلت هي الاثنان فهنا وبما أن الاثنان تقع في النهاية فهنا لا نقول أكبر أو يساوي بل نقول هنا هكذا حتى تتفهم جيدا نقول إثنان هكذا لأن مستحيل الدالة آف لإكس يساوي لنا إثنان إنما تقترب إلى الإثنان لأن قيمها لأنها مستقيم مقارب حتى نفع جيدا أما بما أن الأمر هنا متعلق بقيمة محصوبة عادي أنها الواحد فنضع هنا أكبر أو يساوي الواحد حتى تتفهم جيدا لأن لا يمكن أن نقول إكس يساوي المال نهاية إنما نقول إكس X يؤول إلى المهنة النهائية أما نحن عندما نقول لكم عوضوا معناه للتقريب المفهوم فقط حتى لا تختار عليكم المفاهيم أبنائي فقط بعدما أنهينا مع هذا سؤال نتطرق الآن إلى ثالثا قال عين نقطة تقاطع المنهنة CF والمستقيم D ذو المعادلة إيجليس وإثنان الذي هو المستقيم المقارب الأفق الذي وجدناه إذن نكتب هنا تعيين نقطة تقاطع CF والمستقيم D نقول هكذا تقول القائدة نضعها كأن نقول نحل المعادلة F لX يسوي لنا Y دائما لإيجاد نقطة تقاطع ما بين منحنيين أو مستقيمين أو مستقيم ومنحنة دائما نقول F لX يسوي لنا Y الآف لX هي 2X مربع زائد 4X زائد 5 على X مربع زائد 1 يسوي لX ها هي قيمة لX اللي هي الاثنان بعدها ننقل هذا إلى هنا تصبح هنا 2X مربع زائد 4X زائد 5 على X مربع زائد 1 ناقص 2 يسوي 0 أكيد نفكر في توحد المقام لما أي أنه نضع هنا هكذا تصبح لنا لما نوحد مقام تصبح لنا 2X مربع زائد 4X زائد 5 ناقص 2X مربع ناقص 2 على X مربع زائد 1 يسوي الصفر لأن نوحدنا المقام معنا هذا يضرب في المقام بعدها أكيد سوف ينتج هذا يذهب مع هذا تصبح لنا كم؟ تصبح لنا 4X وهذا مع هذا يصبح لنا زائد 3 على X مربع زائد 1 يسوي الصفر فالرياضيات إذا كان عندنا A على B مع B لا يسوي الصفر يسوي الصفر فاعلموا أن A هو الذي يسوي الصفر أي كسر يسوي الصفر البسط لأن المقام مستحيل يسوي الصفر هذه من قواعد الرياضيات إذن أي أنه 4X زائد 3 يسوي الصفر ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا 4X يسوي ناقص 3 ومنه X كم يسوي ناقص 3 على 4 إذا قربناها بالتقريب ناقص 0.7 أو نكتبها ناقص 3 على 4 ثم في الرسم نقربها لذلك ومنه ماذا نكتب؟ نكتب هكذا نكتب CF تقاطع D يسوي النقطة ذات الإحداثيات X كان ناقص 3 على 4 والإقلاق في رأيكم كم يا أبني؟ والإقلاق إنه الإثنان يقول أحدكم لماذا يا أستاذ إثنان؟ لأن أنظروا الإقلاق ها هو قد أعطي لكم في نص التمرين ذو المعادلة إيقلاق يسوي إثنان إذا الإيقلاق كم؟ إنه الإثنان الذي لا يعرف كيف ذلك ما عليك أن يأتي بهذه القيمة ويعوذ في الدلاء فسوف كذلك يجد إثنان أما الأبسط من ذلك أنه الإيقلاق معروف أنه كم أعطيت لها لأن النقطة لها إكس وإيقلاق الإيقلاق ها هو قد أعطي لكم كم؟ إثنان والإكس بحثنا عليه حتى تفهموا جيدا حتى كان بمقدوره أن يقول عين فاصلة نقطة تقاطع ها هي الفاصلة أما الإيقلاق فثابت أما إذا كان المستقيم عندنا مكتوب مثلا إيقلاق يسوينا مثلا إكس زائد إثنان هنا نأتي بهذه القيمة التي وجدناها ونعوذ هنا فنجد الإيقلاق فقط أبناء يعني لا تعوذوا في الدلاء لأن الدلاء سوف تعطيكم تحتاج إلى وقت للحساب فقط يعني نستعمل نوعا ما عقو لنا فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى رابعا رابعا قال عين معادلة مماس دلتا للمنحناء سي أف نقطة تقاطعه مع محور ترتيب لاحظوا جيدا إذا نكتب هنا معادلة أفوا معادلة المماس دلتا حيث أركز هنا المقصود قال للمنحناء سي أف نقطة تقاطعه مع محور ترتيب محور ترتيب أولا محور ترتيب التي هي إكس كم يساوي إكس يساوي السفر المعروف أنه المنحنة المنحنة إذا تقاطع المنحنة مع محور ترتيب دائما الفاصلة تكون تساوي السفر دائما أي نقطة تقاطع على هذا المستقيم إعلموا أن فاصلة تساوي السفر يعني إما يمكن أن يطرح السؤال عين معادلة المماس دلتا للمنحنة سي أف نقطة ذات الفاصلة إس يساوي السفر أو الفاصلة المعدومة كذلك معناه نأتي إلى هنا ونعوذ بالسفر وهنا بالسفر وهنا بالسفر وهنا بالسفر فما نجد تصبح لنا خمسة على واحد وهي خمسة إذن معناها النقطة إذا سمينا هذه النقطة الـ X عندها سفر والـ Y عندها خمسة فتصبح لنا Y يساوي F فتحة للسفر F فتحة للسفر في X ناقص سفر زائد F لسفر يا أبناء يركزوا بما أننا قال نقطة تقاطع مع محور ترتيب فالنقطة تقاطع مع محور ترتيب يعلموا أن الـ X عندها دائما يساوي السفر نذهب إلى الدلة ونعوذ بسفر تصبح لنا كم؟ خمسة معنى F لسفر كم؟ إنها خمسة معنى هذه سوف نعوذ بها في هذا المكان لأنها نفسها F لسفر تصبح لنا ماذا؟ أولا نعوذ بـ F لاحظوا F فتحة لسفر نعوذ في المشتقة بسفر هنا صفر 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 وصفر أكيد تصبح لنا أربعة على ماذا؟ على واحد أربعة على واحد إنها الأربعة فهذه الأربعة سوف نعوذ بها في هذا المكان فتصبح لنا Y يساوي أنها كم؟ أربعة في X ناقص سفر لهو X زائد F لسفرها هي قيمته إنها الخمسة فتصبح لنا المعادلة هي Y يساوي خمس أربعة في X لهي أربعة X زائد ماذا؟ زائد خمسة هذه إنها معادلة المماس ضلطة عند الفاصلة المعدومة فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال جزء خامس الذي ننتبه جيدا لأنه نتعلق بأرسم CF الكثير يعاني من الرسمة يقول يا أستاذنا لما أصل إلى الرسمة تختلط عليها الأمور لكن الأمر جد بسيط لاحظوا جيدا أولا في الرسمة ما علينا إلا رسم المستقيم المقارب الذي قرأناه لهو كم لهو إيجراج كم يساوي يساوي إثنان إذا نأتي الآن إلى هنا ونقوم برسم المستقيم الأفقي إيجراج يساوي إثنان ها هو أمكم ونعطي له المعادلة وهي إيجراج يساوي إثنان وقد سمي حتى إنه المستقيم دي هذا الأمر الأول المماس لم يطلبوا منا لم يقول أرسم المماس لو قال أرسم المماس لا رسمناه ثم بعدها ماذا ثم عندنا ما أنصحكم هو القيم الحدية انظروا إلى هذه هل تشبه الحفرة أم الجبل إنها تشبه حفرة انظروا ها هي أمكم الإكس عندها كم ناقص إثنان والإيجراج كم واحد معناه نذهب إلى النقطة ذات الإحداثيات ناقص إثنان ها هي ناقص إثنان والإيجراج لديها واحد في هذا المكان ونقوم بشيء نقوم برسم شيء يشبه الحفرة هكذا لاحظوا أرجوكم ها هي أمامكم انظر هكذا ثم نذهب الآن إلى هذه إنها تشبه الجبل يعني قيمة حدية محلية عظمى الإكس لديها كان إنه نصف ها هو النصف إذا أتينا إلى النصف هنا والإيجراج كان ستة النصف مع الستة في هذا المكان ونقوم برسم شيء هكذا أبناء يشبه الجبل وعندنا كذلك نقطة تقاطع المنحنى والمستقيم دي لهي كم قلنا إنها ناقل 0.7 يعني بالتقريب في هذا المكان تكون نقطة التقاطع ثم الآن وعندنا كذلك تقاطع مع محور الترتيب حسبناها وهي أف كم لصفر أف لصفر وجدناها كم وجدناها خمسة يعني ها هي أمامكم ثم الآن يسهل الرسم الآن ليس ببداعي أن ننطلق من هنا المهم نتخذ الوضعية التي تساعدني للرسم فنأتي الآن إذا أتينا إلى هنا أكيد من هنا وننزل انظروا ننزل من هذا الجبل لكن علينا أن نمر من هذه النقطة أكيد ومن هنا أكيد سوف نتجه نحو ماذا نتجه لاحظوا أما من هنا سوف نتجه نحو ماذا نحو إيغراج يسعي لنا إثنان هكذا سوف نتخذ الوضعي الأنسب إذن من هنا وننطلق هكذا ثم ينعطف متجها نحو إيغراج يسعي لنا إثنان لاحظوا ها هي أمامكم اتجه نحو إيغراج يسعي لنا وهذا الذي في الحفرة إذا فكر من هنا يفكر أنه يسعد هاهو أمامكم انظروا جيدا من هنا ويفكر يسعد نحو هذه القيمة انظروا هذا ينزل إليه وهذا يسعد ليلتقي في نصف الطريق هكذا في منتصف الطريق ثم من هنا هكذا الآن يعني الرسم في أصله ينطلق من هنا وينزل إلى هذه القيمة الحدية ثم يتجه إلى ها كذا ليصل إلى هذا الجبل ثم يتجه نحو إيغراج يسعي لنا إثنان ها هو وبهذا يكون الرسم صحيح يقول أحدكم يا أستاذ لا يشبه لا يشبه منحنة بالبرنامج يا أبناء المنحنة يرسموا باليد ليس بالبرنامج في ورقة الامتحان ونكتب هنا ماذا ونكتب cf نسبة إلى df فقط أرجو قد فهمتم كيفية الرسم إذن من هنا ها هو أمامكم انظروا جاء مع إيغراج يساوي إثنان ليس من هنا ونزل إنما ها هو إيغراج يساوي إثنان من هنا ونزل إلى القيمة الحدية ثم بدأ بالصعود ها هو يصعد 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 إلى أن وصل إلى القمة هنا ها هي القمة ثم نزل هو يريد أن ينزل إلى النقص من لكن هنا عليه أن ينزل إلى الإثنان انظروا ها هو جاء هو يريد أن ينزل مباشرة لكن إثنان أصبح مستقيم وقالف عليه أن يتجه نحواه هكذا الرسم بطريقة جد سليمة الآن بعدما أنهينا مع الرسم سوف نتطرق أبنائي إلى سؤال آخر مهم جدا يخافه الطلبة كثيرا لهو سادسة المناقشة البيانية سادسة قال ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي آم عدد وإشارة حلول معادلة إثنان ناقص آم في إكس مربع زايد أربعة إكس ناقص آم زايد خمسة يسيرنا الصفر لاحظوا جيدا الأمر جد جد بسيط يا أبنائي والذي وجد إشكال يكتب درس المناقشة البيانية أستاذ نوردين في اليوتيوب سوف يجد درس فيه أكثر من خمسون دقيقة لكن يشرح بالتفصيل المناقشات البيانية الثلاثة الأفقية والمائلة والدورانية إذن نكتب هنا أولا المناقشة البيانية إذن المناقشة البيانية لاحظوا جيدا قال ناقش بيانيا ما معنى بيانيا؟ معنى يجب أن يكون الرسم هنا عندنا صحيح إذا كان الرسم خاطئ فاعلموا أن المناقشة سوف تكون نتائج خاطئ أو خلو المعادلة أولا ما هي المعادلة؟ قال 2 ناقص آم في إكس مربع زايد أربعة إكس ناقص آم زايد خمسة يساوي السفر اسمعوا جيدا بما أن الأمر قال ناقش بيانيا هذا البيان هو لمن؟ لسي أف وسي أف هو منحنى ماذا؟ هو منحنى الدلاء أف إذن اسمعوا جيدا عليكم من هذه المعادلة أن تجدوا آف لإكس تساوي هنا شيء فيه آم لا يهمنا هذا الشيء كيف ذلك؟ من هذه المعادلة اسمعوا جيدا عليكم أن تصلوا إلى هذه القيمة هذه القيمة تساوي شيء فيه أم لا يهمنا شيء آخر؟ تعالوا ننطلق واسمعوا جيدا كما قلت إذن أولا ننطلق وننشر هذا في هذا سبح لنا إثنان ماذا؟ إثنان إكس مربع ثم هذا في هذا ناقص آم في إكس مربع ثم زايد أربعة إكس ثم ناقص آم زايد خمسة يساوي السفر وأنا عيني على هذه العبارة تساوي شيء لا يهمنا تلك الشيء حتى تسمعوا جيدا ما رأيكم أبناء أن نأتي بهذا الجزء وننقلهم إلى الطرف الآخر؟ فتصبح هنا إثنان إكس مربع زايد أربعة إكس زايد خمسة يساوينا كم؟ يساوينا آم في إكس مربع زايد آم ها هو ظهر الجزء الأول اللي هو البسط الآن ما رأيكم هنا أن نستخرج الآم عام المشترك؟ فتصبح هنا إثنان إكس مربع زايد أربعة إكس زايد خمسة يساوينا آم في إكس مربع زايد واحد هكذا ما رأيكم أبنائي بما أنه في هذا يأتي إلى المقام؟ لأن العبارة معرفة على آر صبح هنا إثنان إكس مربع زايد أربعة إكس زايد خمسة على إكس مربع زايد ماذا؟ زايد واحد يساوي ماذا يبقى لنا لما ينقل هذا ينقل إلى الطرف الآخر؟ يبقى لنا إلا آم وليس بالضرورة قلت يبقى لنا آم قلت شيء فيه آم يمكن أن يبقى لنا آم إكس إكس آم زايد واحد آم زايد عشرة جذر آم المهم لا يهمني ما يبقى المهم هو هذه الجزء ومنه ماذا تصبح تصبح لنا آف لإكس أصبحت تساوي لنا كم؟ تساوي لنا آم أنا أعيد وأكرر لم أقول أن يجب أن تجدوا هنا آم فقط لا إنما يجب أن تجدوا آف لإكس تساوي شيء فيه آم يمكن أن تجدوا قلت آف لإكس تساوي أن آم زايد واحد آم مربع زايد واحد آف لآم ما لا يهم المهم هو عليكم أن تركزوا على الجزء هذا ليس هذا هل وصلنا إلى المطلوب أن آف لإكس تساوي شيء فيه آم؟ نعم ها قد وصلنا بعدما وصلنا إلى هذا الشيء يقول أحدكم وهل نكتبه في الإجابة نعم إلا هذه لا تكتبوها في الإجابة هذه أرجوكم أن تكتبوها في الإجابة أن تقول آف لإكس تساوي شيء فيه آم لا هذه أنصحكم بعدم كتاباتي أما الباقية فاكتبوا هذا التفصيل حتى يعرف المصح من أين أتيت بهذه آف لإكس تساوي آم فأصبحت حلول المعادلة هذه تساوينا حلول المعادلة هذه حتى تفهموا جيد لأن معادلتان متكافئتان المعادلتان المتكافئتان هم المعادلة التي لهم نفس الحلول الآن نقول حلول هكذا الآن حلول المعادلة من هي المعادلة آف لإكس تساوي آم هي فواصل نقط تقاطع ماذا سي آف لماذا سي آف لأن هنا متعلق الأمر بمنهانة دلة آف إذن نقط تقاطع سي آف والمستقيم ذو المعادلة ما هي هنا يا أبنائي في مكان الأف لإكس ضعوا إيجراج يعني تصبح لكم إيجراج يساوينا أم الآن ما طبيعة هذه المناقشة طبيعة هذه المناقشة أنه إذا كان آف لإكس يساوينا شيء فيه هنا من هنا خالي من إكس لا يوجد كي قيمة الإكس أصلا تجدون أن آم مربع جذر آم تجدون أي شيء المهم لا يوجد في إكس فاعلموا أن المناقشة أفقية حتى ولو تجدوا آف لإكس يساوينا آف لآم المهم خالية من الإكس فتصبح مناقشة أفقية كيف المناقشة الأفقية؟ لاحظوا إذا أتينا هنا وقمنا برسم مستقيم ها هو أمامكم ذو المعادلة الذي قلناها لهي إيجراج يساوينا كم؟ يساوي لنا هكذا آم دقيقوا كيف تتم العملية ها هو المستقيم أمامكم أبنائي يصبح من هنا سوف هكذا وينطلق بالانسحاب كما تلاحظون هكذا يبدأ بعملية المسحة هذه المناقشة الأفقية كما يجد لنا مناقشة مائلة يمكن أن تأتيكم مثلا هكذا كما يجد لنا مناقشة دوراني يعني المستقيم يصبح ماذا؟ يحدث دوران أرجو قد فهمتم المناقشات لهذا أكتبوا درس المناقشة البيني الأستاذ نوردين سوف تجدون الدرس في ثلاث حالات الآن لاحظوا وأبنائي ننطلق إذن إيقراج ها هو محور إيقراج دقيقوا لحتى تفهموا إذن محور إيقراج ها هو محور التراتيب يعني من هنا وننطلق من هنا كم تكون إيقراج؟ تكون ناقش مالانيا ننطلق من ناقش مالانيا وننطلق بعملية الانسحاب هكذا إلى غاية زائد مالانيا تعالوا ننطلق ها هو المستقيم أمامكم ينطلق بعملية المسحة كم يجد من تقاطع؟ لأنه قناة هي فواصل نقط تقاطع المنحنة والمستقيم الآن المستقيم الأخضر الذي تلاحظون هل يوجد تقاطع مع المنحنة الأسود؟ لا لا يوجد نحن عندما انطلقنا أكيد من هنا نقسم ثم هنا كم يكون؟ يكون لنا صفر ثم هنا كم يكون؟ يكون عندنا واحد هل عند الواحد يوجد تقاطع؟ نعم إذن نقول هكذا واحد أم ينتمي من ناقص مال نهاية إلى غاية الواحد مفتوح لماذا مفتوح؟ لحتى نقول أنه في مجال لا يوجد حلول نقول لا يوجد حلول للمعادلة يعني لا يوجد تقاطعات الآن هنا بالضبط كم يوجد لنا من تقاطع؟ يوجد لنا واحد ها هو أمامكم يمسه فقط عندما كلمة يمس أو قيمة حدية قولوا حلا مضاعفا قولوا دائما عندما كلمة حلول مضاعفة هنا أين موجودة؟ موجودة في هذا المكان وموجودة في هذا المكان إذن دائما لما يكون فيها مماس حتى ولو كانت عند المائلة أو الدوران في مماس يوجد حلا مضاعفا ويوجد لها البرهان لذلك الآن لاحظوا جيدا نقول الآن آم ثانيا آم يساوي أنكم واحد للمعادلة حلا كيف هو مضاعفا قيمته حتى قيمته نعرفها إكس يساوينا كم؟ انظروا أنزلوا هنا كم؟ إكس يساوينا ناقص إثنان هذا هو الحل المضاعف ليس حل وحيد إنما حلا مضاعفا أعيد وأكرر يقول أحدكم ما الفرق بين الحل الوحيد والله؟ لاحظوا إكس زائد إثنان يساوي السفر هنا إكس كم يساوي؟ يساوينا ناقص إثنان هذا حل وحيد أما إكس زائد إثنان لكل مربع يساوينا السفر هنا كذلك تصبحنا إكس زائد إثنان يساوي السفر أي إكس يساوينا ناقص إثنان لكن هذا حل وحيد وهذا حلا مضاعف لماذا حلا مضاعف؟ لأنها يمكن أن نكتب إكس زائد إثنان في إكس زائد إثنان يساوي السفر هذه لو نشرت أصبحت من الدرجة الثانية أما هذه من الدرجة الأولى فهنا نقول x زايد 2 سيصفر أو x زايد 2 سيصفر كلمة حلاني في نفس الوقت هو يسمى الحل المضاعف حتى هنا لا تخطيط أمورنا ويقول أحدكم لماذا قلت هكذا يا أستاذ بعدها أبناء نأتي الآن ليكمل المستقيم سيره أو سحبه إنسحابه لاحظوا المسح كم يجد الآن من تقاطر 1 2 لو نسقطهم يأتينا في الجهات السالبة ها هو سالب وها هو سالب اتركوه يكمل المسح كم يوجد حلان 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 ها هو بقية الآن أصبح حل إذن إلى غاية ماذا إلى غاية الاثنان إذن نقول هكذا ثالثا ثالثا آم ينتمي من ماذا من هذا المكان إلى هنا يعني ينتمي لنا من الواحد إلى الاثنان الواحد مفتوح والاثنان مفتوح للمعادلة حلان كيف هما سالبان ومتمايزان يعني غير متسويا حتى نفهم جيدا الآن في هذا المكان هنا لما ينطبق إيجراج يساوي إثنان على إيجراج يساوي أم كم يجد لنا من تقاطر ها هو حلان واحد إذن نقول رابعا آم يساوي إثنان يعني انطبق انطباق آم يساوي إثنان للمعادلة حلان واحدا كم قيمته إكس يساوي ناقص ثلاثة على أربع عليا ناقص صفر فاصل سبعة التي هي نقطة التقطع التي حسبناها مع المستقيم إيجراج يساوي إثنان أرجع إلى الفيديو حتى تفهموا جيدا بعدها الآن ها هو أصبح يكمل سيره يقول أحدكم يوجد حل يا أبناء لا تنسوا أن المنحنة ما زال من هنا يكمل سيره وهكذا حتى تفهموا جيدا إذن كم يوجد لنا الآن من حل انظروا ها هو بدأت كم ها هو واحد وها هو الآخر في الجهة الأخرى يقول أحدكم لا يتقطع معه انظروا ها هو المستقيم ما زال يكمل حتى هنا هكذا لأنه مستقيم بدأ الآن يوجد حلان حلان أحدهما سالب والآخر ها هو أمامكم وجب ثم يكمل الآن عملية المسح حلان 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 إلى غاية هنا يوجد كذلك حلان لكن تتغير الإشارة حتى تفهموا جيدا نأتي الآن كذلك نكمل بعدما تكتبون عملية الهلول نأتي الآن إلى رابعا أو خامسا نعود لي نرى نعم رابعا إذن خامسا نقول خامسا آم ينتمي من هذا المكان إلى هنا مفتوح نقول من الاثنان إلى غاية خمسة للمعادلة لاحظوا جيدا إذن قلت نقول للمعادلة حلان مختلفان في الإشارة لماذا؟ لأن واحد يقع في الجهة أو ننزل هنا بالمستقيم واحد يقع في الجهة السالبة من هنا وواحد يقع في الجهة المجابة الآن نضع نأتي إلى هنا يقول حلان ماذا تفصل لأنه قال عدد وإشارة لو قال إلا العدد لا نهتم إلى الإشارة لكن إذا قال العدد والإشارة علينا أن نحترم الآن في هذا المكان كم يكون لنا قيمة الآن؟ إنها خمسة يعني أي قيمة تكون على محور التراتيب تصبح لنا هي قيمة الآن لأن إغنق يسوي آم حتى تفهموا جيدا ليس دائما هذه القيم تكون لخمسة الخمسة هي قيم أم لا تخيلوا لو يقول مثلا يقول آم زائد واحد آم زائد واحد معناها أن نقول آم زائد واحد تسوي خمسة معناها آم يسوي لنا أربعة حتى لا تختارت أموركم بما أن إغنق أصبح آم فأي قيمة يأخذها إغنق تصبح إيا قيمة لآم حتى تنتبع الآن في هذا المكان إذا قلنا سادسا آم يسوي لنا كم؟ يسوي لنا خمسة لاحظوا آم لما يأخذ خمسة يوجد لنا حلا كيف هو؟ موجبا لا يهم إشارته لا يهم قيمته وحلا معدوما انظروا ها هو الحل المعدوم إذن نقول للمعادلة حلان أحدهما موجب تماما والآخر معدوم أرجو قد فهمتم لماذا؟ لأن ها هو موجب والآخر نزل إلى الإنعيدان حتى تفهموا جيدا ثم بعدها أبنائي يكمل الآن المستقيم سيرة انظروا كم أصبها أصبح لنا حلان موجبا واحد من هنا والآخر من هنا إلى غاية ماذا؟ إلى غاية هذه القمة إلى غاية هذه القمة إذن نقول إذن نقوم بعملية المسح الآن سادسا سابعا نقول آم ينتمي من الخمسة إلى غاية الستة يعني من هنا إلى هنا للمعادلة أفوا إذن نقول للمعادلة حلان كيف هما موجبان ومتميزان ثم بعدها نأتي الآن إلى هنا إلى القمة نقول ثامنا آم يسعينا الستة للمعادلة حلا موجبا موجبا مضاعفا لماذا؟ لأنها قيمة حدية أو بالدرجة وليس قيمة حدية يمس حتى نفهم جيدا الآن بعدها من هنا ونكمل المسار لا يوجد حلول نقول تاسعا آم كيف هو ينتمي من الستة مفتوح إلى غاية السائد ما لا نهاية لا يوجد حلول للمعادلة أرجو قد فهمتم الآن المناقشة البيانية إذن هذا مستقيم أفوقي من هنا لا يوجد حلول لا يوجد هنا حل مضاعف هنا حلان 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 إلى غاية هنا ثم هنا يوجد حل واحد ثم من هنا إلى غاية هنا يوجد لنا حلان أحدهما موجب والآخر سليم في هذا المكان واحد معدوم والآخر موجب ثم من هنا إلى هنا حلول موجبة حلان موجبة ثم هنا حل حلا كيف مضاعفا ثم لا يوجد حلول إلى ما لا نهاية فقط أبنائي أرجو قد فهمتم والذي يعاني من ذلك فليكتب درس المناقشة البيانية الأستاذ نوردين ويتابع الفيديو نقطة بنقطة ليفهم لغز هذه المناقشات البيانية فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال السابع قال لتكن أو الجزء السابع قال لتكن الدلاجي معرفة على العبارة جي لإكس سيكون إثنان إكس مربع زائد أربعة في القيمة مطلقة لإكس زائد خمسة على إكس مربع زائد واحد قال وسي جي تمثلها البيانة في معلم متعامد ومتجنس أو إي جي أرف قال أثبت أن الدلاجي زوجية إذن نكتب هنا إثبات أن الدلاجي كيف هي زوجية نعود الآن كأنما للدروس سنة الأولى لشفعية الدلاجي نقول بما أن ماذا؟ هكذا بما أن دي جي تساوينا كم؟ تساوينا أر فإنها متناظرة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الصفر بالنسبة نقول إلى الصفر لماذا الدلاجي الزوجية؟ يجب أن يكون مجال تعريفها متناظر بالنسبة إلى الصفر هنا عندنا ناقص ملانيهاية وهنا زائد ملانيها متناظرتان حتى تفهموا جيدا مثلا تكون متناظرة من ناقص واحد إلى الواحد هل الدلالة التي من ناقص اثناني إلى الواحد تكون زوجية؟ لا يمكن أن نقول عليها أنها زوجية أولا لأن مجال تعريف يجب أن يكون الصفر مركزه هنا الصفر هو المركز لكن هنا ليس الصفر هو المركز هذا أول شرط وكذلك الأمر الآخر و و x ينتمي إلى R لوديجي وناقص x كذلك ينتمي إلى R ونعود و عندنا جي لناقص x يساوي علينا أن نجد أن جي لناقص x يساوينا جي لـ x هذا كذلك إذن الدلالة الزوجية احذروا أبنائي عندها شروط يجب أن تكون مجموعة التعريف لديها متناظرة بالنسبة إلى الصفر و x ينتمي إلى DG و ناقص x ينتمي إلى DG ونأتي الآن ونجد كذلك جي لناقص x يساوينا جي لـ x معناه تصبح لنا هكذا جي لناقص x معناه نذهب إلى هنا وكل مكان من x نضع بناقص x سبحانه 2 في ناقص x مربع زائد 4 في القيمة المطلقة لناقص x ثم زائد 5 على ماذا؟ على ناقص x مربع زائد ماذا؟ زائد 1 الناقص x الكل مربع هذه معروفة أنها هي x والقيمة المطلقة لناقص x معروفة هي نفسها القيمة المطلقة لـ x هذه لا جدال فيها الآن لهذا من خلال هذه القيمتان إذن قلت هنا ناقص x نعم تساوينا هنا التربيع لا ننسى التربيع أرجوكم إذن ناقص x مربع يساوينا x مربع أرجو قد إن سيد فقط أبنائي إذن تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا تساوينا إذنان x مربع زائد 4 في القيمة المطلقة لـ x لأن قلنا القيمة المطلقة لناقص x هي نفسها القيمة المطلقة لـ x زائد 5 على ناقص x مربع وهي x مربع زائد ماذا؟ زائد 1 أليس هذه نفسها هي g لـ x التي أعطيت لنا في نصف التمرير نعم نقول ومنه الدالة g كيف هي؟ متدلة زوجية أي منحناها البياني يكون متناظر بالنسبة بالنسبة إلى محور الفواصل هل هذا صحيح؟ لا بالنسبة إلى محور الترتيب أرجوكم أبنائي انتبهوا إلى محور الترتيب لهذا قلنا أنه يجب أن تكون مجموعة التعريف عندها متناظرة بالنسبة إلى السفرة ما معناه؟ معناه إذا قلنا هكذا إذا جاء هذا الجزء رسم من هذا الفرع هكذا فالجزء الآخر نناظره بالنسبة إلى هذا ليصبح لنا ماذا؟ ليصبح لنا هكذا والمعروف على الدالة مثلا x مربع إنها دالة دالة متناظرة بالنسبة إلى محور الترتيب لأنها دالة زوجية الآن إذن أرجو قد فهمتم التفسير الكلي إلى هذا إذا قلنا نقول DG تساوي النقار فإنها متناظرة بالنسبة إلى الصفر ليس أو إلى الصفر وx ينتمي إلى DG ونقص x ينتمي إلى DG وعندنا جيل نقص x وجدنا هي جيل x ومنه الدالة زوجية التفسير البيني أنه منحناها البيني يكون متناظر بالنسبة إلى محور الترتيب الذي إذا رمزنا له EG EG فتحفقت بعدها نأتي الآن إلى السؤال الآخر إذن نأتي إلى السؤال الآخر الذي هو B قال اشرح كيف يمكن رسم CG بالاعتماد على CF إذن نكتب هنا شرح كيفية رسم CG انطلاقا من ماذا من CF لاحظوا وانتبئوا ركزوا أرجوكم أبنائي نحن عندنا ماذا CG هي قيمتها انظروا سوف نقوم بنسخها وإتيانا هنا أمامكم ولاحظوا وجه الاختلاف ما بين هذه وهذه ألا تلاحظون شيء معين ركزوا هنا أرجوكم وانتبهوا معي لو نلاحظ جيدا إلى جيل X تساوي تساوي أن قلنا 2X مربع زائد 4 في القيمة المطلقة لX زائد 5 على X مربع زائد واحد لو نأتي الآن إلى نزع القيمة المطلقة لهذه العبارة ألا تصبح لنا تساوينا عبارتان انظروا جيدا لاحظوا صبح لنا هكذا نحن نعلم أبناء القيمة المطلقة لX معروفة عليها أنها إما أن تساوينا X إذا كان X أكبر أو يساوي صفر وتساوينا ناقص إذا كان X أقل من الصفر حيث إذا جئنا إلى اتحاد هذه المجالين سوف نجد R أركز وأرجوكم الآن معناه مرة نأتي إلى هذه القيمة المطلقة ونعوذ في مكانها بالX فماذا تصبح لكم تصبح لنا 2X مربع زائد 4X زائد 5 على X مربع زائد 1 أليس هذه القيمة هي نفسها هذه التي بطبعها F لX نعم إنها تساوينا F لX لكن متى في هذه الحالة لما يكون X مجب إذن لما يكون X مجب ومرة نأتي بهذا المكان ونعوذ بهذا المكان بالناقص X حتى تفهموا جيدا أرجوكم انتبهوا فقط أرجوكم لأن عندنا هنا الإشكال مع القيمة المطلقة هذه فقط أما هنا إذا عوضنا بالX أو الناقص X مربع تصبح تبقى X حتى تفهموا جيدا معناها تصبحنا 2X مربع ناقص 4 في X زائد 5 على X مربع زائد 1 يقول أحدكم لماذا عوضتها بنا لأن قلنا نعوذ هنا بنقص X ناقص X في 4 إنها ناقص 4X لكن هل هي عندها هذه القيمة عندها علاقة بالأف لا يوجد لها علاقة بالأف إذن حتى تنتبهوا إذن هذه متى إذا كان عندنا X أقل من الصفر أرجو قد فهمتم إذن معناه كأنما قمنا بناء أولا كتبنا GX دون رمز القيمة المطلقة لما كتبناها دون رمز القيمة المطلقة لاحظوا على ماذا تحصلنا تحصلنا على أن GX مرة انظروا GX تصبح تساوينا FX في هذا المجال أما هنا GX تساوينا هذه القيمة لكن ليس لها علاقة بالFX إذن هنا في المكان الذي أقوم بتحويطه باللون الأخضر ماذا يمكن أن نقول نقول هكذا CG ينطبق على ماذا على CF في المجال ما هو المجال الذي هو ها هو أمامكم المجال الذي هو من الصفر إلى غاية الزائد ما لا نهاية أعيد وأكرر GX تساوي FX متى معناه لما يكون X أكبر أو سيسم ما معناه معناه CG ينطبق على CF لكن في هذا المجال هذا الأمر الأول ثم بعدها لكن الدال G كيف هي زوجية أي الجزء الآخر نناظره نناظره عفوا نناظره بالنسبة إلى محور التراتيب التراتيب يعني المجال الذي على المجال المجال أكيد الذي هو المجال الذي هو من ناقص ما لا نهاية إلى الصفر حتى تفهموا جيدا الجزء الأول هذا يأتي ينطبق والجزء الذي يبقى لنا من الناقص ما لا نهاية إلى الصفر هذا الجزء الذي رسمناه نناظره بالنسبة إلى محور التراتيب سوف نلاحظ هذا في الرسم الآن نقطة بنقطة أبنائي إذن ها هو الرسم أمامكم ماذا قلنا قلنا C G ينطبق على C F من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية إذن نأتي الآن ها هي من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية C F ينطبق على C G معناه من هنا ها هو C G انظروا ها هو الذي نقوم برسمه هذا الجزء الأول إذن من الصفر إلى غير الزائد المالية سيجي ينطبق على سياف أم ولكن الجزء الآخر الذي هو الجزء من هنا نناظره بالنسبة إلى محور التراتيب على النجل يعني هذا الجزء نقوم بمناظرته بالنسبة إلى محور التراتيب ها هو محور التراتيب الجزء الذي بقي لنا نناظره معناه هنا نأتي إلى هنا ركزوا جيدا ها هو إذا قلنا هنا هكذا من هنا نناظر ها هو الجزء ثم نعود ونقوم بالرسم ها كذا ها هو الآن الرسم أصبح صحيح هذا الجزء ناظر هذا الجزء بالنسبة إلى محور التراتيب ونكتب هنا سي ج باللون الأخضر حتى تعرف أن الذي باللون الأخضر هو سي ج والذي باللون الأسود هو سي أف إذن دالة أولا زوجية رسمنا الجزء الأول انطلاقا من أن سي ج ينطبغ لا سي أف والجزء المتبقي نناظر الجزء هذا بالنسبة إلى محور التراتيب لأن الدالة زوجية فقط أبنائي وفي الأخير أبناء وابناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لأنني بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جددنا باستمرار وثقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته